ماشي طيب لا فيديو الأب طيب الواقعة اللي انا هكلمكم عنها دلوقتي وقعة فيها سبحان الله فيها سبحان الله كتير ودروس كتير قوي 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 وتوريك الدنيا عاملة ازاي الدنيا تشقلبك تشقلبك كده وفي ثواني تشقلبك كده في ثواني امبارح تبقى بطل الابطال عظيم العظماء ما حصلتش وكل الناس بيقولوا شعري فيك امبارح مش مثلا بنشاه امبارح والنهاردة بقيت مهمل وارعن ومجنون ومخالف امبارح انت في سابع سماء النهاردة انت في سابع ارض تخيلوا هي دي الدنيا ملهاش امان وكما تدينه تدان وما طار طيرون وارتفع الا كما طار وقع وسبحانه مغير الحالي من حال كل اللي انتو عايزين تقولوه قلوه في هذا السياق القصة بتاعت الفيديو بتاعت الاب اللي انتشرت امبارح على كل مواقع التواصل الاجتماعي اعتقد كانت محطة قطار في الاسماعيلية والفيديو كان فيديو قصير عبارة عن اب نزل اترامى بسرعة على بنته اللي وقعت في شريط القطر والقطر معدي يعني البنت وقعت والقطر جاي اهو فما كان من الاب الا انه نط بسرعة وحضن بنته وفضل بيها تحت شريط القطر لحد ما القطر عدا وربنا نجاهم شوفوا الفيديو اللي كانتون اليوم مبارح الاب البطل هذه هي الابوة التي لا تقل عن الامومة الاب بيضحب نفسه الاب بقفز وارتمع عشان يحمي عشان والقطر خبطه ينتجي في اوة بقول لكم شعر شعر في الاب شوفوا الفيديو وتعالى اقول لكم ايه اللي حصل النهاردة بسطرها يا رب وسطرها ربنا والفيديو ده نزل مبارح والدنيا كلها عمالة حي الراجل الاب البطل ودي فعلا مشاعر طبيعية جدا لو انا ابني او بنتي متعرض لقطر لا طبعا حبقى باكل اللي بيهدده بسداني وحبقى بحميه عشان الخطر ده يجي فيه بيجيش فيه طبيعي يعني ده شعور اي اب او ام طبيعيين عقلاء كده اسوياء بس ونمنى مبارح بالليل والاب ده ايه نمنى بالليل والاب ده ايه بطل الابطال بطل الابطال صحينا النهارده السبح بيان من هيئة سكر حديد هيئة سكر حديد بعد ما فرغت الشريط بتاعت الفيديو مانتو عارفين الاماكن العامة ووقت التواصلات دي كلها فيها دلاتة كمارات فيديو بعد ما فرغت كمارات الفيديو لما القصة بتاعت الفيديو ده اثار دجة كبيرة جدا فالبس اوليف هيئة سكر حديد قالوا تعالوا نشوف ايه اللي حصل ازاي المنظر ده صعب جدا ازاي ابو وبنته في الحتة دي والقطر معدي كده ازاي اللي حصل حد ازقوهم حد عمل مش عارف ايه فجابوا تفريغ شرية الفيديو بتاعت الكاميرات ففجأوا بايه فجأوا انه البنت ما وقيتش يعني مش البنت وقعت والقطر معدي فالاب رمى نفسه عليها عشان الحق لا وما حد ازققوهم مسلا وخبطهم كتف بتاعه فوقعوا لا ده الاب هو اللي منزل البنت وكان نزل وراها عشان يعدوا من شريط القطر مخالفا التعليمات بدل ما يعدي من السلم اللي في اخر الرصيف خدتوا بالكم خدتوا بالكم الفكرة لما تجابلت فيديو تشاف عايزين نشوفوا بقى مين اللي دفعوا او البنت وقعت ازاي او كذا فاكتشفوا ان لا ده هو الراجل عايز يعدي للرصيف اللي قدامه فكسل ياخد البنت ويمشي بها من اخر الرصيف ويطلع على السلم اللي بيعدي الناحية التانية وشايف القطر بتاع البضائع ده كان قطر بضائع اللي انتم عدينه ده مش قطر ركاب كان واقف فقال لها يلا يا بنتي فالبنت على ما ايه ونزلت وهو لسه بيحط رجل ونزل القطر طلع ما هو مش عارف ما عدت روع القطر القطر طلع فلا لحق يطلع ولا لحق يعدي الناحية التانية فكل اللي عملوا ان يخد البنت وام زلقها كنا في الرصيف وام حضنها وحميها فتحولت القصة من الاب البطل الى الاب المجنون اللي كان بيضحي ببنته وبيخليها تتعرض لخطورة شديدة جدا انه بيعرضها لتعادية شريط القطر وهو مش ضمن القطر هيعمل ايه وهيئة سكر حديد دلوقتي بتقول ان احنا بندور على هذا الراكم وخلاص معانا بياناته وصورته على الفيديو بندور على هذا الراكم عشان ندفعه مخالفة لانه اللوايح بتاعة سكر حديد ان اللي يعدي من خلال شريط القطر وما يستخدمش النفق او السلم يدفع مخالفة قدرها 50 جنيه فالرجل ده ارتكب مخالفة ولازم يجي يدفع المخالفة او الغرامة شفت الدنيا وشفت السوشيال ميديا شفت الشقلبة عارفين اللي اغنية طب عايز ايه عشان اعجبك مش عمل اتشقلب لك كده شفت الشقلبة بطل الابطال مبارح ومخالف ومتجاوز وقهوج وقرعن ومخالف ومديون ب50 جنيه ومديون ب50 جنيه حيدفعهم لها يتسكر حديد بس هو الحقيقة في رأيي اللي وقعه تحمل المعناين هو مخالف هو مخالف طبعا ومحدش في الدنيا يبقى معاها بنت صغيرة ويجازف بيها المجازفة عشان ايه عشان مكسل تمشي عشر خطوات توصل للسلم او توصل للنفق من النحية دي فتجازف ببنتك سيبك من القطر يطلع ولا مطلعش البنت ممكن وهي بتضط تتعور تنزل على القظيمة يفتح لها دمخة رجلها تتعلق في الشريط يعني يحصل اي حاجة ليه المجازفة وليه احنا بنستحلى المخالفة ما نمشي زال بن قدمين ما فيه بتاعه نفق وسل ليه فهو من حيث ان هو مخالف مخالف وان حيث ان هو الحقيقة يعني متهور جدا انه يعرض بنته للمخاطرة دي هو كده فعلا ومن حيث ان هو قب قب لان اللي عمله هو كل تكسيد لمشاعر الابوة بنتي في خطر فانا اللي خدتها في حضني وزنقتها في حط الرصيف من ناحية دي وعطيت انا ظهري للقطر بحيث ان لو حصل اي خط او استضام او حك حتى يجي في ظهري ما يجيش في بنتي فهو مخالف مخالف وهو قب بالغريزة وبالحب وبالخوف قب ويستحق جائزة نوبل في الاباء بس بعد ما يدفع الايه خمسين جميع نلتقي بنا